الأسرة هي عماد المجتمع والخالية الرئيسية للمجتمع بس كمان المرأة هي الدعامة الرئيسية لأي أسرة أي مرض يصيب المرأة بيهدد الأسرة كلها وعشان كده أنا بتوجه لكل رجل زوج أو أب أو أخ أو أب ولكل سيدة في الأسرة من فضلك الكشف المبكر والتروحي تكشفي على الثدي وعلى الصحة العامة لكي مهمة جدا الصحة المرأة هي العماد هذا المجتمع وأنا بأناشد كل أفراد الأسرة مش بس المرأة لأ الرجل والزوج والأب والإب إنه يحث المرأة سواء هي الزوجة أو الأم أو الأخت أو الإبنة روحوا وكشفوا في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة وخصوصاً إنه كل الخدمات اللي بتؤدى هي خدمات مجانية لكل سيدات مصر عشان سيداتنا هم أساس الأسرة ترجمة نانسي قنقر